أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية مارتن جريفت أنه ليس هناك أي مبررات للهجمات الإسرائيلية على مرافق الرعاية الصحية في قطاع غزة واصفاً إياها بالبغيضة وقال المسؤول الأممي أن القطاع الصحي في غزة يعاني من تحديات كبيرة منذ تصعيد الصراع في 7 أكتوبر في ظل نقص الإمدادات الطبية والغذاء والمياه والوقود حيث تعمل المستشفيات بما يفوق طاقتها بكثير بسبب ارتفاع أعداد المصابين فضلاً عن المدنيين الذين نزحوا إليها التماساً للأمان